احلى غجو 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 ثم فيديوهات اخرين نزلوا تيباعا الجيش ما عرضش الفيديو هذي في الكونفيرونس تبخيسم طيب البرح الدورية اللي عملها هاكاري ناطق بسم الجيش لكن هني قلت لكم بتونا نحكيون بعد باكثر تفاصيل هل انه اللي يظهر في الفيديو هو يحيي السنوار او لين حاولوا نفهم ببعضنا محالة مش سهلة ماذا يا راجل متى اشترموا خبرات العالم تلوج عليه في نفس الملف ديما اجتماع القاهرة حول غزة يستمر لليوم وغدوة زي داخت ربدي البارح بلا وفد اسرائيلي مصدر مصري يقول انه الاجواء ايجابية والاعلام الاسرائيلي يقول انه الوفد غادر الاجتماع من القاهرة باعتبار انه المهمة متاعه انتهت بعد حداش نعم من القطيع زيارة تاريخية اليوم النجم ونحكيو عليها برشا تحكيو عليها فيها بار شاميد قال هذا ملف كبير الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يصل اليوم الى العاصمة المصرية القاهرة واحدة من اكثر العلاقات اللي شهدت تجنش في العجرية اللي فاتت بعد ما يسمى او مسمية بالربيع العربي اردوغان اليوم يمشي المصر مش مصر مشيت التركيا بعتليك اتون فهمكم شوية واكيد انتو ما متابعين الملف هذه علش نحكيو على زيارة اليوم بشي تبحى العالم الكل بسبب هجامية الحوثي في البحر الاحمر ازمة الشاي تضرب بريطانيا طيب نقولكم علش مش نحكيو زيادة في الموضوع عادية وشنوه يعني الشاي للبريطانيين كخطوة للتخلص من الاس امار يا جميع ركزوا معايا نحو عملة جديدة مشتركة بين كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو يبدو يبدو ان حلم الراحل الزعيم الليبي معمر القذافي بداية حقق طوبة لك زيادة نقولكم عليش حكيت على معمر القذافي في علاقة بالعمرة نحيها كلمة في علاقة عندي صديق كمتابع وفي صحفي زميل نحيه برشا برشا لا مع برشا هو نحيه ما يحبش في كلمة في علاقة في موضوع العملة الافريقية نقولكم عليش نحكيوه على معمر القذافي روسيا تدرج رئيسة وزراء أستونيا على قائمة المطلوبين الشقراء الشقراء الأستونية مطلوبة لدى السلطات الروسية أستونيا زادة تتهم روسيا بالاستعداد لمواجهة محتمل العمالات وهذا هو ملف اليوم بولندا تقوي جيشها استعدادا لمواجهة عسكرية محتملة وتحشد قواتها على الحدود مع بلاروسيا الحليف الأكبر لروسيا هذا الملف اللي بش نحاول نحكيه فيه في آخر الحصة هكذا مع بعض الروسيا والعلاقة بدول الجوار والتحذير ربما لهجمات محتملة من الناتو والدول الناتو تقول روسيا هي اللي بش تهجم علينا حسيل وخمضة كبيرة في العالم وسط الحديث المتواصل على إمكانية ذهاب العالم إلى مواجهات عسكرية أو نووية كبيرة واحد يقول اي واحد يقول لا وأحنا عنا نتبعه ونواكبه ونستني وزيدا لأن الحروب رايميش سهلة بالكل إن شاء الله ربي يجنبنا ديما الحروب ويجنبنا كل المقاسي اللي قاعد يعيشها العالم الكل إن شاء الله الإنسانية تتعافى ورؤونه صعيب شوية صعيب شوية الإنسانية تتعافى من المطبيت الكبيرة والمشاكل والمقاسي اللي قاعدة أتعيش فيها اليوم نخليكم مع الموعد اليومي إن شاء الله نهاركم زيني يومكم أسعد الأيام سباح النور سباح الحب سباح السعادة وسباح الفرح الناس اللي تسمع فينا الكل إن شاء الله بداية يوم وبقية يوم وفقة للجميع إن شاء الله نهاركم زين نهاركم أسعد الأيام ونمو كنتوا تسمعوا فينا داخل تونس أو خارجها اليوم أكيد رأوا العشاق الكل هكا حضروا الكدويت تمتاحهم بعد شوية كيف دا يطلع النهار تبدأ هكا الكدويت الدور إن شاء الله ربي يسعد الناس الكلي أول مرة منذ انطلاق الحرب جيش الاحتلال ينشر فيديو يدعي كما قلنا إنه هو ليحيى السنوار وعائلته في نفق في خنفق في خان يونس يتنقل في النفق اللي تفرشت فيه تفرشت فيه على صفحة متاع الناطق باسم المكلف بالإعلام في جيش الاحتلال أفيخاي أدراعي نشروا على عديد المواقع متاعهم منها موقعه الرسمي على انستغرام وقال إنه هذا الفيديو للسنوار وهو يتنقل من نفق نفق بعد ما تم اكتشاف المخبأ متاعه في النفق ذيك فاتنقل لمخبأ آخر وتم تصوير السنوار بالظهر يبدو إنه فما كاميرا قاعدة مثبتة في الأنفاق حسب ما قاعدين مفهمت أنا شخصيا وإنه فما بتبيع الكاميرا والأرجح وإنه يكون فما كاميرا في عدد من الأنفاق أو كلها من أجل رصد ما يدور داخلها معناها نتصور نفهمة منظومة متاع مراقبة تعتمد علي كاميرا نسمو الإكستري المأخوذ من واحدة من القنوات تتحكي عن الموضوع هذا ونرشو تابعنا هذا المؤتمر الصحفي لهاجاري والذي تحدث فيه عما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية منذ قليل عن أن الجيش الإسرائيلي حصل على فيديو يتعلق بالسنوار وهو مع زوجته واثنين أو ثلاثة من أبنائه وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية التي قالت أن هذا الفيديو تم توثيقه أثناء انتقال السنوار من نفق إلى آخر وأن هناك شخص كان يصحبه في هذه الرحلة قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه لم يتم التصريح بنشر هذا الفيديو ولكن هذه هي المعلومات التي تم الكشف عنها حتى اللحظة وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي في هذا المؤتمر الصحفي لم ينشر هذا الفيديو لأن ليست هناك تصريح أمني بعد بإذاعة الفيديو الخاص بالسنوار لكنه كشف عن المعلومات التي شاهدها في هذا الفيديو وأنه سجل نتيجة زرع إسرائيل لكاميرات في الأنفاق تمكنت من خلالها من رصد الصور للسنوار التي تقول أن الاتصالات بينه وبين الوسطاء سواء في مصر أو في قطر انقطعت منذ فترة وأن هذا الفيديو ظهر فيه وهو بصحة جيدة لكن لم يتم نشر الفيديو لنؤكد ذلك مرة أخرى يجري كل من الجيش الأسرائيلي وزهز الشباك الأمن الداخلي محاولات للتحليل ما شاهد الفيديو وهذا اللي يظهر فيه السنوار وهو بصحة جيدة بحسب المرسلين الموجودين على عين المكان النشر الفيديو اللي وثق وجود نحو يحيى السنوار في أحد الأنفاق لا يعني بأن إسرائيل تمكنت من تحديد المكان متاعه لأنه هي تقول أنه الفيديو يرجع مش هي تقول معنا ما راجع لأنه كما كنت تسمع وما تعرض في الندوة الصحفية لكن تعرض على الصفحات بكل وضوح متاع مع تشخصيات رسمية في الجيش الإسرائيلي اللي يقول وأنه هذا الفيديو هو لزعيم حركة حماس يحيى السنوار في خمسة فيفر اللي فات زعم وزير الأمن الإسرائيلي أنه السنوار ينتقل من المخبأ إلى آخر كنت تذكر وقتها حكين علي لهناء وغير قادر على التواصل مع أوساته لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن الموقع الحالي المفترض لقاءة حماس في قطاع غزة تشهد خان يونس اللي ينحدر منها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيي السنوار كما تعرف عدوان واسع في محاولة لإيجاد رئيس الحركة داخل حماس نذكره وأنه هو أصيل خان يونس يعني خان يونس هي المسقط تمتعه ونقللها في المرحلة الثانية من الحرب وتويكي احنا في المرحلة متعرفة المرحلة الثالثة وربما أنه البعض يرجح وأنه المختجزين الإسرائيليين واليحيى السنوار قد يكونوا موجودين في أماكن في رفح أو قريبة من رفح متذايرة ومش قاعدين نفشي الرسمية للإذاعات وللتلفزات والجرائد الكبرى هل أنه يحيى السنوار أو لا هذا يخضع كما قلت لكم لتحليل تقني يقوموا به مختصين يرصد الأدق الحيثيات في الصورة وفي المكان ويتدخل فيه عديد المعطيات بتبيع هذه خدمة خبرة ينجموا مع نهاية يتعرفوا على الأشخاص مهما كانت المكان الموجودين فيه عن طريق عديد كما قلت لكم التقنيات وعديد الحيثيات حتى ولو كان المكان ذاك معناها ما فيهوش إنارة كبيرة وإلا يكون المطلوب أو المعني معناتها في كما يحيى السنوار معناها تم تصويره بالظهر ما هوش بالوجه على خطر كان خارج لكن يقعد السؤال لو أنه أنا بالنسبة لي سؤال بسيط لو أنه هو بالفعل يحيى السنوار والوحدات متاع الاحتلال دخلت واخذت الكاميرا اللي هما موجودين وفرغتهم علاش مثلا أفيخاي أدرعي وإلا غيره ميناء الإسرائيليين والمسؤول الإسرائيلي نشروا الفيديو علاش ما نشروا كان مقطع فيه السنوار وهو معناها بظهره ما هوش من وجهه معتها الكاميرا كان تتصور كان في معتها فما حاجات ميش مفهومة نور مال مو يكون عندهم مقاطع فيديو أخرى منهم تحصلوا على الكاميرا وصوروها في كاميرا في النفق مثبتة في النفق على ما يبدو علاش ما تم نشر كان المقطع ذاك لو أنه هو بالفعل يحيى السنوار ولو أنهما بالفعل خاصة أنه شخص شيء شيد يخدمهم لأنه يثبت الرواية متهاجاري اللي قال أنه قاعد هير من بلاسة لبلاسة وأنه فاقد للتواصل فأنه الأجدر أنهما يوريونا صورة يحيى السنوار من المستوى الأمامي يوريونا وجهه مش راسه وظهره من تالي ويتم التأثير متاعه بيئة الأحمر الحقيقة هي مجرد أسألة ولو أنه الفيديو هذي مثلا برح أنا تبعت كيفاش في مصر تعطاوه معه تعطاوه معه ربطوا أنه اليوم أحنا نحكي هذه الصورة على اليافام تيفي هذه كانت الكابتورة عملتها تحديدا في أقرب معناها وقت يكون فيه يحيى السنوار واضح في خلال الفيديو من يدعو أنه هو يحيى السنوار بتبيعلي يعني قلت لكم لو كان كاميرا موجودة وعننا فيديوهات علش ما تمش عرض مشاهد أخرى لي يكون وجهه فيها أوضح معناها خاطر ما تنجمش توا تجزم هذيك عليش ربما الجيش ما عرضوش في الجيش الإسرائيلي لأنه أكيد بيش تبادر الأسألة هذه للعباد وبرش عباد يقلوا عندكم تسجيلات الرجل اليوم للعالم الكل يحكي عليه والرجل المطلوب وقل رقم واحد لش ما توريونيش وجهه عليش معنا يتم معرض المشاهد بهذه الطريقة حصلوا عديد من الأسألة الأخرى قلت لكم البارح مثلا نتفرج أنا في الأعلام المصري تغطية كبيرة وواسعة كيف ما تعرفوا الأعلام المصري للحرب الإسرائيلية على فلسطين وخاصة الميلف متايحة سنوار حبيت أن أقولكم من بعض اللي هو ما ندخلش في مجال الدعاية السهيونية اللي قاعدة تعمل فيها من بعض الأعلام الإسرائيلي قام بنشر مشاهد من داخل الأنفاق فيها المكان اللي كان يدعوين هو يقيم في يحيي السنوار وفيها مبالغ مالية كبيرة وفيها كيس دقيق متع الأنر وحسينوا برشا قتلكم مساء الأخرى تدخل في باب الرواية الإسرائيلية لأنه تم نشر هذا وبعض لك بالضبط وفي وسط الكلمة متع أفيخاي أدرع يقال وأنه السنوار عنده في النفاق متاعه أمويل كبيرة برشا وآلاف الدولارات وكذا وكذا ومن بعده هو جيت الفيديو اللي تم نشره الحقيقة هو الجيش أو آلة الدعاية الإسرائيلية فقدر المصداقية نحن في حرب صحيح ونتعطاور مع كل ما يريدنا نحن كصحفيين نتعطاو مع كل المسائل اللي قدامك مش نحاول ونفهمه ونحل وشنو اللي قاعد ساير أقبل سبق وأنه الجيش الإسرائيلي عمل دعايات مغلوطة خلال هذه الحرب في أكثر من مرة علش أول ما يتبادل الذهن الإنسان غير هو احتلال غاشم ويقوم بجرائم ومش ممكن اللي خالف القانون أنه يتم تصديقه هذا من حيث المبدأ لكن حابيتم قولكم وأنه عمل دعاية كذبة وقتلي حكاية لتحرير مجندة إسرائيلية ومن بعد وفات لحكاية غادي قالوا أنه حررناها وشفنا تجمع قدام دار المجندة دي في أول العملية العسكرية في غزة واختفيت لحكاية وما شفنا هيش المجندة وما شفناش هل تم تحريرها وإلا لا وتغمت لحكاية من بعد قالوا اللي تم تحرير زوز أسرى إسرائيليين من رفح وشنوه اللي صار خرجت رواية تقول وأنه تم تحريرهم بالفلوس مبالغ طائلة ماشي يسر معطيات البارح أفي خاي أدرع يقال اللي احنا ما حررناهمش بالفلوس بل حررناهم بالقوة متاعنا وما إلى ذلك متى حتى التحرير متع زوز أسرى متعولة البارح قاعدة تحوم علي نقاط استفهام كما قلت لكم لأنه فما رواية تقول وأنه تم دفع مبالغ مالية طائلة من أجل تحريرهم ما عنديش برشة تفاصيل في المسألة هذه اليوم يحيى السنوار يتم نشر الفيديو هذية اللي كما قلت لكم كان فما شاب في اللي هو الوجه واضح خطر تلفتها كاعتها باللفتة وتلفت للكاميرا وكان يحيى السنوار كما قلت لكم الذي يدعونا أنه هو مهوش واضح احنا بش نطبعوا المسألة هذه بش نشوفوا شنو بش تقول اليوم على الأطراف الكل في المسألة هذه في موضوع يحيى السنوار هل بش يتم نشر مقاطع أخرى أم لا وإذا كان هو كما قلت لكم عليش ما يتمش نشر المقاطع فورا باعتبار وأنه انتصار يعتبر نوعا ما جزئي أعلاميا في إثبات الرواية الصهيونية في ما يحدث الفيديو هذية هو التمهيد للتحشيد الأعلامي والاتصالي من أجل خوض العملية العسكرية في رفح لاخبار شوية موزيكا ونرجعون كامل ونحكي أشهر غنية تغنيت على الحب تقريبا في العالم في السنوات الأخيرة 36 دقيقة الحب وما أدرك ما الحب اليوم ما اليوم حتى في توقيت جرينيتش وكحنا منسجمين متنغمين مع القلوب هكا والشوكولاتة وأجواء الحب وكل مزيانة وينما كنتوا السادة المستمعين تسمعوا فينا وتتفرجوا فينا بالحب الحياة تسهيل وتحلى نكملوا فيه بتوقيت جرينيتش نمشيوا للأخبار المواليم بتاعنا اللي حكينا عليهم بكل العنوان الثاني اجتماع القاهرة حول غزة الوفد الإسرائيلي يغادر فيس عفيسة باش نعطيكم رؤوس أقليم على المسألة هذه نقلا عن موقع اكسيوس اللي يقول وانه اجتماع القاهرة كان جيدا وكل الأطراف تحاول تحقيق اختراق ما معناه اختراق معناه تقدم في المسار متاع المفاوضات اكسيوس عن مصدر إسرائيلي دي ما ينقلوا يقولوا لن يكون هناك تقدم ما لم تخفض حماس ما طالبها بشأن عدد الأسرة العقبة الأساسية من مفاوضات التبادل هو عدد الأسرة الذي تطالب بهم حماس بالإفراج عنهم اجتماع القاهرة كان جيد وكل الأطراف كما قلت لكم قاعدة تحب تحقق الاختراق الإيجابي المحادثات في مصر بشأن صفقة تبادل الأسرة انتهت دون اختراق يذكر ولن يكون هناك تقدم كما قلت لكم إلا ما تخفض حماس في المطالب متاحها ما معناها اليوم الوفد الإسرائيلي المصر تحكي على الأجواء الإيجابية لكن الوفد الإسرائيلي روح وعطاه معلومات للموقع إكسيوس على أنه ما فماش اختراق ما فماش تقدم وأنه ما يكون فيما تقدم إلا ما إسرائيل أو حماس تراجع المطالب متاحها أو تعدل في المطالب متاحها زعيم المعارضة الإسرائيلية البيرح قال لا يمكن لإسرائيل أن ترفض تقديم موقفها بالمفاوضات لأسباب سياسية يقول لا يمكن لإسرائيل أن تذهب لمفاوضات القاهرة للاستماع فقط فما دفع من المعارضة على أنه يتم الأعلام بشكل رسمي ربما من بن يمين نتنيهم الموقف من مفاوضات القاهرة اللي هي التكملة للإطار للإتفاق الإطاري في باريس وكي ما قلت لكم يقولوا اليوم بشي استمر الاجتماع اليوم غدوة تو نشوفه لكن الوفد الإسرائيلي غادر ويقول ما فماش تقدم رغم الحديث عن أجواء إيجابية هذيك علش بش نمشيو للموضوع اللي بعده بش نتبه الموضوع هذي أكيد غدوة بش تكون الأمور تبينت أكثر وكثرة وبرشة برشة اكتواليتي اللي مثلا عنا انتخابات في أندونيسيا من عناش في خلطنا الوقت بش نحكي وعليها عنا برشة ملفت عنا ملف السينيغال عنا باكستين زدك في تطورات كبيرة بيهي بعد حتيش نعام ميناء القطيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسل القاهرة اليوم أربعة ملفات كبرى على الطاولة تعرفوا يا جماعة وأنه المصر دخلت في علاقة معناها أو تركيا دخلت في علاقة عدائية كبيرة مع مصر وجندت وسائل أعلامية داخلها وعلى أراضيها من أجل الهجوم على مصر 24 ساعة على 24 ساعة كنت نتفرج فيهم جزء ميناء البرامجة دومة نظرا لأنه تركيا كانت حليف للرئيس السابق المنتمي لجماعة الأخوان المسلمين اللي هو محمد مرسي اللي تم إزاحته من الحكم كما تعرفوا في 2012 في 2013 في مصر وكانت وقتها دخلت العلاقات التركية المصرية ذروة العداء امتاحه ولا تراكل حقيقة هما اللي بادروا بالمسألة هذه وطاف جيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم رابعة معنيها يرفع أربعة سوابة في إشارة لميدان رابعة اللي تم فضل اعتسام تعجمات الأخوان المسلمين اللي بقوة بأمر مناء النائب العام وقتها الشهيد هشام بركات القاضي النائب العام اللي من بعد تم اختياله في تفجير سيارة وتم بعد لك القاء القبض على المتورد في التفجير متاعه واختيال اللي بالعام هشام بركات اللي هو هشام عشماوي اللي كان المحل واحدة من أبرز الشخصيات في مسلسل الاختيار في الجزء الأول كان تبعتوه هشام عشماوي اللي هو ضابط سابق في الجيش المصري اللي خرج من الجيش والتحق بالتنظيمات الإرهابية وخطط ونفذ أعطى وأبشع الهجومات الإرهابية اللي صارت في مصر بعد إزاحة جماعة الإخوان المسلمين من الحكم وهو اللي فجر سيارة النائب العام المصري السابق هشام بركات في التفجير الكبير نظرا لأنه أعطى الأوامر بفض اعتصام رابعة بالقوة العامة في ذروة التوتر الذي تمر به المنطقة مع استعداد الجيش الإسرائيلي لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية واحتشاد الجيش المصري لمنع تهجير الفلسطينيين يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر الإربعاء في زيارة تبحث التعاون في نزع فتيل عدة أزمات يقول موقع سكاينيوز عربية هذه أول زيارة لأردوغان إلى مصر منذ زيارته لها رئيسة للوزراء عام 2012 قبل ما يعدل القوانين ويولي رئيس ويحيل كل الصلاحيات للرئيس لبحث تحسين العلاقات الثنائية وتطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة الحرب في غزة قبل ما نحكيكم على الأربع ملفات المهمة بش نعطيكم فيسا فيسا هكا بطريقة بسيطة أنه تقريبا من ثلاثة وأربع سنين انتلقت مساعي واضحة من الأتراك الأتراك اللي هما راهوا معناها دواهي في السياسة مهمش نقصين يعرفوا كل دولة وشنوة حجمها ويعرفوا شنوة يعملوا وفهموا أن المنظومة اللي ينتمي لها طيب أردوغان اللي هي منظومة الأخوان المسلمين ضعفت وتراجعت وبدأت في التآكل فبدأوا بتعديل المواقف متاحهم خاصة مع الدول الوزنة واللي عندهم معها خاصة علاقات اقتصادية وتجارية كبيرة راههم لتراك مع المصلحة الفضلة متاحهم كيفهم كيف عديد الدول الأخرى اللي تحترم نفسها الحقيقة ما يفد الكوش يعملوا معناها يقصفوا دول الأخرى مستقلة كما يصير في سوريا كما يصير في العراق كما يصير في عديد الدول الأخرى يبعثوا ميليشيات مناء المرتزقة من أجل أنه هما يفرضوا دورهم في المعادلة السياسية والعسكرية كما صار في ليبيا يدخلوا في عمليات مقايدة داخل الناتو بش يتحصلوا على صفقة طائرات الـ F-16 من عند الأمريكان ويدخلوا السويد لأمس في ليام معنتها رجب طيب اردوغان يعتبروا أن هي مش ممكن تدخل نظرا لأسباب إديولوجية نذكرها في أكثر من مرة ويقول أن السويد معنتها تتبنى ربما بعض التصرفات التي تسيء إلى تركيا وتسيء إلى القيادة التركية بكل وضوح وهو نشاط حزب العمير الكردساني وعديد المسائل الأخرى فاليوم لتراك فهمه وأن الموجة تبدلت بدأوا من 3 سنين تقريبا أو 4 سنين يحاولوا بشير بتلخيوت مع مصر مصر كانت عندها شروط نفذة باعا الشروط هذه أولا وأنه يتم معناها التخلص من كل المنصات الإعلامية اللي احترفت لـ 10 سنين أو 11 سنة الهجوم على مصر قيادة وشعبا وكان معتزمة وغيرهم مناء الوجوه المصرية التي لديها أحكام بالسجن داخل مصر تهجم على مصر 24 ساعة على 24 ساعة فتم طلب وأنه هو يتم التخلص من المنصات الأعلامية هذه أولا ثانيا يتم تغيير جذري في الخطاب السياسي الرسمي في التركي في علاقة بمصر وهذا يتم ثالثا فم مجموعة مناء القيادات التي محكومة بأحكام إرهابية موجودة سواء كان منتمية لإخوة المسلمين أو غيرها مناء الطيارات الأخرى موجودة هي مصرية موجودة في مصر مدينة قضائيا داخل مصر كذلك يطالبوا تسليمها هذا يتون أكد لكم منه أكثر فم مجموعة مناء المطالب نفذت لكن مازال الأسماء هذه التي فارة اليوم في تركيا وموجودة في تركيا مصر تطالب بعودتها خاصة وأنه فيها عباد إرهابيين معنتها مشمولين أو معنيين بتورتهم في هجمات إرهابية استهدفة داخل والأسماء عديدة فتركيا شنوها عملت طلبة من بعض منهم أنه غادر يخلي كما يقول المصري يخرج من تركيا باش ما تدخلش في إحراج أخرج من عندي من الأراضي متاعي أنت شخص غير مرغوب فيه لأنه اليوم فما إشكال كبير يزن فضو مع المصريين وبالفعل قدمت تركيا نفذت المطالب تباعا ويبدو أنه تتسكرت القنوات الأعلامية تبدل الخطاب السياسي الرسمي واليوم حتى شخصيات عديدة غادرت وفما شخصيات أخرى قد يقع تسليم أربعة ملفات الملف الإقليمي والجيوسياسي ويتناول جيوسياسي يتناول تطورات حرب غزة والموقف المصري التركي دعم للفلسطينيين والرافض التهجير سكان القطاع وجهود أنهاء الحرب الملف الأمني العسكري يخص التعاون بين البلدين في هذا المجال تفاصيل التصنيع المشترك دراسة بيع طائرات مسيرة تركية إلى مصر شفت وقتلكم راوي يمشي أردوغان راو فما الفلوس ما يفدلكش الملف الاقتصادي يناقش تطوير التبادل التجاري الذي ارتفع إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 14% هذا يبع تحسن العلاقات القضايا العالقة منها ملف ليبيا ملف التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط وسيناقش الرئيسين سبل تقريب وجهات النظر حولها احنا بش نقعدوا في المتابعة للملف ذي غدوة نحكي لكم على شنو اللي صار في الزيارة اليوم بعد شوية اللي بش تنطلق مبينات أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فصلوا نرشو بسبب هجمات الحوثي في البحر الأحمر أزمة الشاي تضرب بريطانيا تعرفوا يا جميع علش نحكي لكم على الشاي الشاي هو المشروب الأخطر مش الأخطر الأشهر عفوا المشروب الأشهر لدى في المملكة المتحدة هو مشروب المولك والأمراء ومشروب الشعب هذي المشروب هذي مهدد اليوم في بريطانيا واحدة من العادات الغذائية الأبرس بريطانيا مهددة عندهم جلسة متعشية البريطانيين ما يفضلكوش بها عندهم حاجة مقدسة كيعيات لك الجلسة متعشية معناها ما فماش لعب هذي من القصر الملكي حتى إلى الشارع لكن اليوم المشروب هذي قد يندثر بسبب هجمات الحوثي في البحر الأحمر نسمه الكستريونجو الشاي معشوق البريطانيين ومالكة مراحلة المتوارث في خطر والسبب هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وتفادي العديد من شركات الشحن هذا الممر البحرية الحيوية وارتفاع كلفة التأمين إذ وصل تأثير هذه الهجمات إلى الأسر ومشروبها المفضل بعدما حذرت إحدى الشركات البريطانية من مشاكل في سلاسل التوريد فبحسب البيانات أكثر من خمسين في المئة من واردات الشاي البريطاني تأتي من الهند وكينيا وتعتمد سلاسل التوريدها على البحر الأحمر وهو ما قد يؤدي وفق التحذيرات إلى احتمال ارتفاع سعره وحدوث نقص في توافر المشروب الساخن على رفوف بعض المتاجر وتنتج الصين والهند وسيرلانكا وكينيا حوالي ثلاثة أرباء الشاي العالمي شفتوا على قتلكم روو الحروب تصير في بلاسة وتأثر في بلاسة أخرى في العالم معناها اليوم بريطانيا نذكروا هي تشارك في الهجمات على الجماعة متاع الحوثي مع الأمريكين تنفذ فيه ضربات من الأراضي القبروسية كيف حكيت لكم قبل اليوم هاو أول التأثيرات معناها وحاجة مهمة برشا أنه العادات هذية المقدسة عند الشعوب متاع عبارة تجي للتوينسة مثلا تنحيلهم الكوسكسي أو تنحيلهم من عرشنا لخطر تنحيلهم الكفتاجي أو تنحيلهم اللابلابي أو تنحيلهم من عرشنا خطر التايزة مهم لكن عندنا أكلات الأخرى أخرى مهمة جدا متاع كما قلت لكم التوينسة تنحيلهم من الكوسكسي ولا تنحيلهم من ملوخية ولا تنحيلهم عديد الأكلات الأخرى خاصة الكوسكسي هنقولنا اللي هو الأكلة الأشر مثلا نقوله وأنه مثلا بسبب الهجمات المعاينة فأنه تونس مش تتأثر كما نفس الشي في بريطانيا يحتسي البريطانيون ما يربو على 60 مليار كوب من الشي سنويا يقول موقع بي بي سي عربية العلاقة كبيرة مبينات البريطانيين والشاي هذية الرقم بحسب جمعية الشاي ومشروبات الأعشاب في المملكة المتحدة يعني أن نصيب كل رجل أو امرأة أو طفل في بريطانيا العظمى أكثر من 900 نكوب في السنة مع تلعام في 365 نهار معناها المتعارف عليه هو يستهلك 900 نكوب في السنة وإن كان كل مننا يعرف بالتأكيد شخصا يشربوا أكواب من الشاي يقول أكثر من هذا العدد بكثير يحكي بياسور على البريطانيين كما قلت لكم العلاقة كبيرة برشا مبينات البريطانيين والشاي اليوم المشروب متاحهم مهدد وبلادهم قاعدة تشارك فيه الضربات على الحوثي لكن هاي هات يقول المثل فإنه الضربات هذه وحتى التحالف الدولي متمكنش أنه يكبح جماح الحرب المستعرة في هذا الممر البحري الأخطر والأهم من خمسة ممرات في العالم وعبره كما قلت لكم تتعدى عديد السلاع المهمة وعديد السلاع الضرورية والحياتية والسلاع زادة التاريخية كما نحكي وعلى الشاي للبريطانيين فاصلوا نرشو أصبح النور أصبح الخير والفل والياسمين مرة أخرى إذا كان كنت توكل تحقتوا بنا وإذا كنتوا تسمعوا فينا من بكرين نعود نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين يومكم أسعى دل أيام وإنما كنتوا موجودين داخل تونس أو خارج كخطوة لتخالص من الاستعمار نحو عملة جديدة مشتركة بين كل من النيجر مالي وبركي نافاسو نسمو ونرجو نحكي بعد أسبوعين من انسحابهم من منظمة الإكواس يتجه كل من النيجر ومالي وبركي نافاسو إلى التخلي عن الفرنك الإفريقي هذا ما قاله رئيس المجلس العسكري في النيجر في إشارة إلى إنشاء عملة مشتركة بين الدول الثلاث العملة الجديدة هي خطوة للخروج من هذا الاستعمار دول تحالف الساحل لديها خبراء وفي الوقت المناسب وكما قلت سنتخذ قرارنا غالبا ما ينظر إلى عملة الفرنك الإفريقي كواحدة من آخر بقايا الاستعمار وهو رمز يجب تدميره بالنسبة لتحالف دول الساحل الذي شكلته مالي والنيجر وبركي نافاسو بهدف تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين الدول الثلاث بما في ذلك إنشاء صندوق استقرار وبنك استثماري لكن لا توجد حاليا سوى تفاصيل قليلة حول إنشاء عملة مشتركة محتملة إعلال يظهر رغبة السلطات نيجيرية في تحرير نفسها من القوة الاستعمارية السابقة هذه تطور مهم هذه دول الساحل الثلاثة ماليو بوركي نافاسو نيجر تسعى للتخلي عن الفرنك الفرنسي اللي تنظر له ونعرف الناس الكل اللي هو رمز للهيمنة الفرنسية في القرى الافريقية اللي قاعدة تتراجع وتتأكل تباعا لصالح قوة أخرى عالمية أولها روسيا والصين بعد تشكيل هذه الدول هذه ثلاثة تحالف للدفاع المشترك اللي يعتبر بمثابة وفاة سريرية للمجموعة الساحل الخمسة لأستها فرنسا في 2014 كانت تذكر وقت ضربة متتالية الحقيقة لفرنسا ما تغير الانهيار العسكري والانهيار وإلا النفوذ الخارجي الفرنسي في واحدة من المعاقل اللي نهبتها فرنسا على امتداد عقود بحث القائد الانقلاب في النيجر عبد الرحمن تشياني اللي هو قاد الانقلاب العسكري في النيجر على الرئيس محمد بزون خلال الزيارة اللي أدها إلى وقدوغو وباماكو تبادل وخلق تذافر في الإجراءات بين الدول الأعضاء بشأن تسريع عملية التكامل الاقتصادي والمالي داخل التحالف اللي تم تشكيله في 16 سبتمبر اللي فات منذ مرحلة التحرر من الاستعمار الفرنسي في 450 القرن الماضي فرنسا فرضت على 14 دولة إفريقية استخدام عملة موحدة هي الفرنك أسوأ بالفرنك الفرنسي اللي تتعامل به بريز وقتها على رغم استقلالها رسميا عن فرنسا وإسبانيا والبرتغال فلم تتخلص سلك الدول من التبعية المالية والاقتصادية التي فرضت عليها يقول موقع ميدل إيستولاين إذ حافظت فرنسا على نفوذها في المنطقة من خلال اتفاقيات في مجالات عدة منها الاقتصادية والمالية حكيت لكم وقتها في ملف النيجر كيفاش الفرنسي سينقبوا في اليورانيوم وكيفاش على اليورانيوم سمحني وكيفاش يخذوا في عديد المقدرات والثروات الأخرى التي يستعملونها إما على البلاسة معناه يحولوها ويهزوها وإلا يرحلوها لفرنسا كمواد خام أولية ويتم غديكا استعمالها وتوظيفها في قطاعات حيوية أخرى وعلى رأسها الكهرباء وإنارة مئات الآلاف ميناء البيوت الفرنسية يتم إنارتها بواسطة الثروات امتاع النيجر رغم أنه هذه الدول تواجهوا عزلة إقليمية عقوبات دولية جراء الانقلابات العسكرية إلا أنها تتطلع إلى الوصول لتوافق يضمن تحقيق تنمية اقتصادية رغم الأوضاع الأمنية الهشة التي تشهدها بسبب هجمات الجماعات المتشدة والمتمردين خاصة مالي مالي اللي هي الحقيقة واحدة من أحسن الدول ومؤحدة من أطيب الشعوب وميناء الدول اللي حقيقة معناها تعبها وهتكها الإرهايب برشا وحتى رغم التوسع العسكري الفرنسي فيها فإنه ما كانتش فيها نتائج كبيرة برشا بل بالعكس الأمور ربما ما تحسنتش هي وحتى بعد من سحبت فرنسا فإنه الهجمات عودت تساعدت يعني أنه الوجود العسكري الفرنسي كان ربما بطريقة أو بأخرى بعيدا عن نظرية الشعبوية كالشعبويات والمؤامرة وما إلى ذلك بطريقة أو بأخرى هو مجرد فرض نفوذ ومطاردة مصالح أكثر منه قضاء جذري على الجماعات هذه لأنه بمجرد خروج القوات هذه سوى كلمان نيجر ولا من مالي ولا من بركينا فاسو وإلا ربما قد تلتحق دول أخرى فإنه الهجمات الإرهابية رجعت لأنه الأسس متاع الإرهاب ما تفكتش وإنه البذرة اللي اتزرعت الإرهابية ما تمش معالجتها كما يكفي بل بالعكس تم توظيفها من طرف قوى غربية من أجل استدامة التواجد الأجنبي في تلك الدول شاهدت منطقة غرب أفريقيا تساعد في المشاعر المعادية لفرنسا بسبب الدور اللي تلعب في المنطقة لسيما في مستعمراتها السابقة الأحداث الأخيرة أديت زيادة المشاعر الرافضة للوجود الفرنسي خاصة في النيجر شفتوا كيف اجتمت سفير الفرنسي والوحدات العسكرية الفرنسية سلطت زد صحيفة لومونت في التحقيق المطول عملته على الأسباب الجذرية لهذه المشاعر المتزيدة وعواقبها بعد خاصة اللي صار في النيجر ما تأكيد الحاجة ليعادة تقييم النهج الفرنسي في غرب أفريقيا الشيء ذي يحكيه وقتها ماكرون كيمشي في الجولة متاعه الأفريقيا وقال أنه لازم مراجعة علاقاتنا بأفريقيا لكن ما تمش هذية بتبيع لي أنه قعد مجرد شعارات تطورات الأخيرة خاصة المتعلقة بسيطرة الجيش المالي وحلفائه من مجموعة فاغنر شبل عسكرية لمدينة كيدال معقل المتمردين سرعت هذا التنسيق غير المسبوق بين قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر تطورات لأن الجيش المالي قاعد يتطور في التقدم متاعه خاصة في مسألة المتمردين كيف يزيد مسألة الإرهابيين نذكركم أنه تعود فكرة إنشاء العملة الجديدة خطر توسعنا توسعنا نرجو لمسألة العملة تعود إلى ثلاثة عقود مضت وهي أحد الأهداف التي كان الرئيس الراحل معمر الجذافي يسعى لتحقيقها وأعلن قادة لكواس عن قرار تبني الخطة والبدأ بتنفيذها مطلع 2020 على هامش القمة الخمسة وخمسين لرؤساء دول وحكومات المجموعة واستضافتها العاصمة نيجيرية أبوجا كما قلت لكم التاثة عقود التالي وقت خرجت كل ما روية عن مسعى أو مساعي معمر الجذافي لإنشاء عملة أفريقية موحدة قد تكون فيما وقتش قال حتى أن العملة دي ميناء الذهب وسمعنا برشا كلامة قال على أنه واحدة من الأسباب متاع الإطاحة أو التعجيل بالإطاحة بنظام معمر الجذافي غير بتبيع الأخطاء السياسية الداخلية لنظام معمر الجذافي الناس كل تعرفها أنه تدخل ذلك العسكر الفرنسي والقطري والتركي وغيره كان في مواجهة دولية أو استباق دولي للمساعي اللي تخوضها ليبيا في مسألة العملة دي يروا داخل الشعارات السياسية وراء الشعارات السياسية دي ما فهم مصالح وفهم لعبة كبيرة أخرى متاع نفوذ ومصالح تريدون الموضوع اليوم بتوقيت تشوفت 56 دقيقة على جميلة أخبار التقس باش تعطيكم آخر الأخبار متاع نهار اليوم كيفش بشيكون يوم عيد الحب مهم برشا تقس لازم يكون مزيين اليوم وبعت لك أميرة العجيلي في الأخبار وتكمل وتسمعوا ديمة يفهم أحلى راديون قابلكم وغدوة باي باي